لأن الأمة عطاء وتضحية ومسيرة كفاح ونجاح فيتستحق من الوفاء والإمتنان والشكر على ما تقوم به في حياتها من جهد صامت دون مقابل سواء بين أفراد عائلتها أو من خلال نشاطاتها ومشاركاتها بدعم المحتاجين ولعل أثمن هدية يمكن أن تقدم للأمة في عيدها هي المحبة والطاعة والإكرام على مثال تلك الفضائل التي بر بها يسوع المسيح أمه العذراء إذ أن للأم قيمة لا تقارن بأي شخص آخر في الحياة ومهما اختلفت البلدان في التعبير عن معنى العيد يبقى عيد الأمين براسا وعلامة حية على استمرار الحياة وبهذه المناسبة العزيزة يسر مكتب فضائية نورسات في الأردن ممثلا بمديرته الدكتورة باسم السمعان والزملاء العاملين أن يتقدم بصادق المحبة والتهنئة لكافة الأمهات في الأردن والعالم راجعين أن يعاد عليهم باليمن والخير والمسرات وقد زالت كل الأسباب التي يواجهها العالم الآن بسبب الوباء العالمي الناتج عن فيروس كورونا